بهذا التحشيد الميداني استبقت الميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات إعلان المحكمة الاتحادية النطق بقرارها بشأن الشكوى التي تقدم بها رئيس تحالف الفتح هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الماضي بغداد ومنذ ساعة الفجر الأولى من يوم الاثنين شهدت انتشارا أمنيا مكثفا وغلقا لبعض المناطق والطرق على خلفية دخول مئات السيارات التي تحمل مسلحية الميليشيات بالتزامن مع التصعيد من خلال حرق إطارات السيارات في محيط المنطقة الخضراء وتحديدا أمام مبنى مجلس القضاء التصعيد جاء بعد ساعات على اجتماع ما يعرف بالإطار التنسيقي في منزل زعيم حزب الدعوة نور المالكي لبحث خيارات المرحلة القادمة حيث تمخذ الاجتماع عما أطلق عليه مبادرة لحل أزمة الانسداد السياسي حملت العديد من المطالب تتقدمها ضرورة المحافظة على ميليشيات الحجد وعدم المساس بها وتحقيق الشراكة في إدارة الدولة وإخطاع الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية المطالب التي خرج بها الاجتماع مثل برأي مراقبين تأكيدا لما ذكره معحد واشنطن للدراسات في وقت سابق من أن الميليشيات لم تعد ديها مشكلة في قبول نتائج الانتخابات بقدر سعيها للحفاظ على مكاسبها وعدم خسارة نفوذها من جهتها تقول مجلة ناشنال انترست إن إيران ترفض بشكل قاطع فكرة تشديد سيطرة الدولة على ميليشيات الحجد بسبب التعرض ذلك مع مصالحها حيث سيهدد نفوذها في العراق وتؤكد المجلة أن طهران حريصة على إبقاء العمل بنظام المحاصصة الطائفية في تشكيل هيكلية الدولة العراقية التطورات التي أعقبت نتائج الانتخابات الأخيرة والمآلات التي تسير باتجاهها تؤكد أن ما يشهده العراق من صراع الانتخابي لن يغير من واقع البلد شيئا وأن الانتخابات ما هي إلا وسيلة لترسيخ النظام المحاصصاتي وتقاسم الغنائم والسلطة بين القوى التي تحمل ذات الأجندة وإن اختلفت فيما بينها على حصة كل واحدة منها